داخل على دوري ابطال افريقيا داخل على السوبر الافريقي والسوبر المصري والدور المصري داخل على بطلات كتيرة جدا النادي الاهلي بيسعى لتدعيم صفوفه وبقوة لان زي ما انتم عارفين ان الامور ما عادتش مستحمله اي صفقات ومجرد اسماء داخل فريق النادي الاهلي ولكن كلر بيحاول يجيب اللاعب المهم للنادي الاهلي ومش اي لعب هيرتدي تشيرت النادي الاهلي حلقة طويلة جدا وانتكلم فيها عن يحيي عطية الله وانتكلم فيها عن تعاقد النادي الاهلي او اقتراب النادي الاهلي من حسم صفقة محمد علي بن رمضان لكن في البداية صديقي ما تنساش هنتكلم ونقول ولكن بعد الصلاة على الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الواحد الاحد بسم الله الفرد الصمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم عشاء كرة وبس في كل مكان اهلا بكم يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين انتم وكل احبابكم اجمعين طيب احنا كنا دايما نسمع على حاجة اسمها القضية ممكن اللي هي قضية افشة في الزمالك وقضية افشة في بيراميدز وقضية افشة في المباراة الاخيرة ولكن مش ممكن نقول التالتة ممكن او تبقى الرابعة ممكن بعد التعاقد مع يحيي عطية الله طبعا انتشر كلام كبير جدا ان النادي الاهلي بيخلص في صفقة التنسي محمد علي رمضان وبعد طول انتظار قد حان وقت الحديث عن الرسام التنسي مشروبك الجميل ويلا بينا نبدأ ارقام واحصائيات محمد علي بن رمضان قبل تعاقد النادي الاهلي معا اول حاجة الاسم محمد علي بن رمضان عند 24 سنة بيلعب في مركز وسط المدافع والمهاجم النادي الحالي فرينكافروس المجري القيمة الحالية اتنين ونص مليون يورو ارقام اللاعب خلال مسير طب مع الاندية لعب مع الترج التنسي شارك في 143 مباراة ساهم خلالهم في 40 هدف سجل 34 هدف صنع 6 اهداف اما ان ارقامه مع فريقه المجري شارك في 40 مباراة ساهم خلالها في 10 اهداف سجل هدفين فقط صنع 8 اهداف بعد ما تكلمنا عن ارقام محمد علي بن رمضان مع الاندية تعال معايا علشان نتكلم فنيا اولا هنتكلم عن اللاعب دفاعيا بن رمضان لعب قوي جدا ومميز بدنيا ممكن ياخد الكورة من 3 لعيب عادي ويعمل هجمة مرتدة او هجمة جديدة زايد ان اللاعب مميز جدا في الالتحامات سواء الالتحامات الهوائية او الالتحامات الارضية بيقدر يتعامل كويس جدا مع جميع المواقف ودايما هتلاقيه موجود في كل مكان في الملعب بيغطي كل الفراغات وراء زميله بكل جدية ثانيا هنتكلم عن اللاعب هجوميا مبدئيا كده بين رمضان اللاعب رايق في الحتة الهجومية بيعرف يطلع بالكورة كده بشكل كويس بيفكرك بامام عشور عنده كنترول على الكورة عالي جدا عنده بصيص مبهر جدا بشكل مش طبيعي قريب جدا من امام عشو زي ما قلتلكم وعمر السلية في البصات الطويلة وعنده لمسة جمالية احسن من السلية لاعب عالي جدا على مستوى المراوغات فان بن رمضان يتصنف في القرى الافريقية من احسن اللاعبين في القرى في المراوغات لاعب حريف اوي ويمتع الكورة طول ما انت بتتفرج عليه مش هتزهى هتحب الكورة تبقى معاه طول المباراة بن رمضان في وسط الملعب بيفكرنا باستورتنا عالي معلول في الباك الشمال صحيح معلول باك الشمال لكن تأثير الهجوم مرعب حرفيا سواء تسجيل او صناعة الاهداف بن رمضان بقى نسخة تانية شبيهة بعالي معلول في الوسط بيقدر يسجل اهداف كتير وبيساهم هجوميا دايما وده طبيعي جاي لانه كان صنع العاب اب مع معين الشعباني كان بيوظفه مركز عشرة مع الترجي التنسي مميزات محمد علي بن رمضان وركز معايا اول حاجة طبعا التسديد من خارج التننتاشر بيطلع بيساهم او بيطلع اسهم من رجليه حرفيا مش بيشوته الكورة لهو بيرسم الكورة بمعلمة سانيا مميزات او ميزة هي انه لاعب متحرك موجود في كل اركان الملعب حرفيا حرفيا ودايما هتلاقيه واخد طرف من الاطراف وبيقدر يخترق اي دفاع لاعب زاكي جدا وعنده رؤية ممتازة للملعب وبيقدر يتواجد دايما في اماكن يسجل منها اهداف او يساهم باهداف عن طريق السست او الباص او اي حاجة اهم ميزة عند محمد علي بن رمضان بالنسبة لي انا هي انه كان قائد الترجي التونسي وكان شايل الفريق شيل على كاتفه في فترة ما كنتش افضل حاجة بالنسبة للترجي التونسي ودي حاجة بتأكد ان محمد علي بن رمضان لاعب عنده شخصية قوية جدا وحيكون اضافة قوية جدا للنادي الاهلي وقادر انه يتحمل الضغوطات الجماهيرية مع الاهلي ودي حاجة مش هتفرق معا جدا ولكن هتفرق معنا احنا جدا وهتكون من اسباب نجاحه في حال انهاء العقد والانضمام للنادي الاهلي نيجي بقى الاخر حاجة وهي عيوب اللاعب مفيش عيوب كتير عند من رمضان ولا في عنده حاجة تخوفك انك تتعاقد معاه مثلا لكن عنده عيوب واضح قوي وهو انه لاعب اناني دايما بيحب يسدد هو ويسجل هو الاهداب واوقات بتتحول هجمات على فريقه غير كده مش شايف له عيوب بصراحة لو هنتكلم عن الانانية دي حاجة طبيعية في اي لاعب فكرة القدم اي لاعب عايز يبقى هو الفت في الفريق عندنا مثلا حسين الشحات ممكن حسين الشحات يبقى فيه هجمة للنادي الاهلي وفيه ان هو يمرر افضل من ان هو يشوت او يرقص تلاقي حسين الشحات ابهرنا كلنا ويرقص وعايز يشوت ويضيع الهجمة على النادي الاهلي تخيل كده معايا صديقي يبقى عندك كوالة في وسط الملعب يبقى عندك امام عشور محمد علي بن رمضان عمر السلية اكرم توفيق مروان عطية تخيل هتلعب بالتلاتة مين وقل لنا من وجهة نظرك مي ايه هي افضل توليفة لوسط ملعب النادي الاهلي في وجود محمد علي بن رمضان هل تلعب باكرم ومروان وامام ولا تلعب بامام ومروان وبين رمضان ولا تلعب باكرم والسلية وبين رمضان هيبقى فيه يعني مشكلة كبيرة للمدير الفني لان محمد علي بن رمضان اسلوبه يشابه اسلوب امام عشور هل الاتنين هيبقى الدفع بيهم في مباراة واحدة ولا هيبقى واحد بديل واحد بس انا اعتقد ومن وجهة نظري التي ليس لها قيمة على الاطلاق ان محمد علي بن رمضان لاعب كبير جدا ولاعب عنده شخصية قوية جدا وقادر انه يتحمل الضغوطات مع الاهلي خصوصا ان نادي الترجي نادي جماهير جدا نادي الترجي نادي جماهير جدا وبين رمضان لعب تحت ضغوطات فهل بن رمضان هيبقى صفقة مفيدة للنادي الاهلي قولا واحدا هتبقى صفقة مرعبة للنادي الاهلي بن رمضان من افضل اللعيبة اللي موجودة حاليا بشكرك يا صديقي انك استكملت معايا الحلقة للنهاية قلنا من وجهة نظرات مين هي الصفقات اللي تتمنى انها تنضم للنادي الاهلي بعد محمد علي بن رمضان ويحيى عطية الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة